ينضم إلينا من بيروت الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني صباح الخير أيمن وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله يكون عام 2020 عام خير عليك خلينا نتحدث أيمن عن إنستجرام اليوم إلى أي مدى هذه المنصة أثبتت نفسها ملكة على عرش منصات التواصل الاجتماعي بعام 2019 بأولا لإنستجرام كانت اهتمام أكثر بالصور كانت الناس اللي عندها فطرة وفن بالتصوير كان عندهم منزل أساسي لهو إنستجرام ومع الوقت في كتير من الفئات العمرية ومن الفئات بالمجتمع انضمت لإنستجرام وصار حجمة هائل وأكيد بعدما فيسبوك استحوذت على إنستجرام كمان كبرت أكتر وأكتر هلأ عم نشوفوا نحنا اليوم هو استعمال أساسي لإنستجرام بكتير فئات عمرية وفئات مجتمعية بس إنستجرام واعي أنه هي بدأت تطور المنصة لأنه المضمون اللي على إنستجرام عم يكون المضمون اللي مرتب المهزب يعني إذا بتنفتح إنستجرام نشوف كل العالم مجوزين ومبسوطين ولادهم مناح بالمدرسة ومهزبين ومناح شغلهم منيح مديرهم منيح الحمد لله ما أحدا عندهم مشاكل غير نحنا صحيح ما تشير إليه أيمن ولكن هل هناك من طريقة يمكن من خلال المنصة أن تسيطر على هذه المواضيع يعني بالنهاية هي ما فيها تسيطر على العقول الناس وشو حبين الناس يعملوا منشورات ربما يمكن كان في خطوة أولى بإخفاء عدد اللايكس أنا بدأت تطبيق هذا التحديث عندي مش عند الآخرين مثل هاني هذه الخطوة نانسي التي تفضلت فيها هي خطوة أساسية لأنه هي إنستجرام ويعين أننا عنا نقص معين أنه بدنا الناس غيرنا تحبنا أكتر ففي كتير ناس على إنستجرام حبين يحط مضمون تاني بس بيعرفوا هالمضمون ما هيجي عدد اللايكس يعني عتم يجي فبيضطروا يضلوا بخطة معين إذا هني بيحكوا عن أكل معين أو هني بيحكوا عن رياضة عم بيضطروا يضلوا بخطة معين فلما هلأ فيس بوك شالت اللايكس الناس عم بتكون جريئة أكتر أنه تحط مضمون تاني لأن معيارة عم بيكون موجود عدد اللايكس عم بيكون معيارة تغير لما اختفتها فهذا نوع معين هني يلي بساعد شوي أكتر بس هذا كمان دليل نحن عنا نقص نفسي بدنا الناس كلنا تحدنا باللايكس وبعدد الفولوورز اللي عنا ياهن طيب هل بتعتقد أنه هذه الخطوة أو اليوم هذه الناحية من إنستجرام عم تخدم ربما منصات أخرى اليوم عم نتحدث عن ظهور تيك توك يلي يشتاح منصات التواصل الاجتماعي بالشريحة العمرية الأصغر هلأ اليوم نحكي عن تيك توك تيك توك كتير عم يكبر دوره حتى نانسي وهاني وأنا نحن ما فتنا كتير على تيك توك أنا مبارح عملت له داونلود أخرى شوية وأنا مش من زمان كمان بس نحن الفئة العمرية الجديدة اللي فيت على تيك توك بس هيك كان إنستجرام وحتى هيك كان فيسبوك فيسبوك بأول وأول 2007-2008 كان لطلاب الجامعة بس هيك كل المنصات بدايتها بهذه الطريقة وبيفوتوا الفئات العمرية والفئات المجتمعية غيرها وبيكبر كتير وحتى إنستجرام عم تدرس كل يوم تلاقي حلول معينة لحتى يكون فيه مثل ما تنافست مع سناب شات بوقت معين كمان عندها واعية كتير لموضوع تيك توك يلفت النظرة بتكتب كمان بالمضمون الموجود الناس يلي هني كصناعة محتوى عم بيكون فيه فيه فن بالبلدان العربية بالسعودية واللبنان والإمارات فيه كتير تماما يعني عم نحكي ربما عن مهارات إبداعية ما كانت موجودة بوقت سابق مهارات موجودة عن جيل الشباب لم تكن موجودة من قبل بس فيما يتعلق بعمق المحتوى ويلي هيدا اللي عم تجرب إنستجرام أن تركز عليه ليس هناك من أي عمق وأي إفادة فيه بس فن أو تسلية كما يقال شو رأيك بهذا الموضوع حتى من قبل تيك توك وإنستجرام من أيام يوتيوب وأول إنستجرام دائما فيه نوعين محتوى يلي نستهتم فيه المحتوى الفوكاهي والمسل والمحتوى الثاني اللي هو التعليمي هؤل الاثنين يلي هني أكتر شي عم ينجحوا على الإنترنت وأكيد كالفوكاهي وتسلية له نيس أكتر لما نحكي محتوى معين نحكي عن فيديو ونحكي عن تقنية صدرتها إنستجرام بالسنوات الماضية وتحديدا العام الماضي كانت تتفاعل هي اي جي تي في لتحدي يوتيوب ربما هل تعتقد أن هذه التقنية نجحت مع إنستجرام أو أخفقت اليوم هلأ بإنستجرام وغيرها 2020 فيديو تركيز فيديو هيكتر أكتر 2021 2022 وتقنية 5G لقدام هذا كله موضوع الفيديو هيكبر ويكتر أكتر أكتر من قبل وإنستجرام بخطوة الإي جي تي في خطوة كانت كبيرة لتنافس مع يوتيوب وغيرها ونرى أننا يعملوا أدوات زيادة لحتى يقووا موضوع الإي جي تي في لكن الإي جي تي في لا ينتهي بعدما منه بنجاح الهائل يوتيوب ولكن يوتيوب عنده فوق العشر سنين سبق بعدد السنوات الموجود فيها ولكن هناك اهتمام أكبر ويكون في استعمال أكبر لإي جي تي فينا وموجة المشاهير التي شفناها على إنستجرام والمبالغ الطائلة اليوم التي تندفع لأشخاص عندهم مئات ألاف من المتابعين أو حتى مئات الملايين كريستيانو رونالدو هل سوف تستمر هذه الموجة نسمع أوقات أنه لن تستمر وهذا طلع وبعدين وراها نزلة ما رأيك؟ المشاهير المشاهير ستكبر كثير بعد أكثر لأدام ومش بس كفنانين وناس يلعبوا في طبول أو بغنوا نحكي لماذا بمجتمعنا المعين موجودين هلأ وأكثر لأدام وصروا أوعى شو يعملوا هلأ عم يعملوا براند خاص فيهم عم يخلقوا ماسل خاصة فيهم نحكي عوانية شمس نحكي ميكب وهذه الأمور حتى أنا في مؤتمر في دبي اسمه أون دي أكس بي لصنوع المحتوى أنا أعطيت دورة على كيف فيه الشخص يكون مؤثر ويفتح مؤسسة تجارية لحتى يستفيد من شهرته فهذه كثير لأدام لحتى تكون موجودة طيب إيما أنت بدك تعطينا هذه الدورة لأيمان لعام زه إيما أن نحق رأسي أنا حاضر تسلم رأسك شكرا أيمن عيتاني الخبير في تقنية المعلومات كنت معنا ضيفا كريما من بيروت شكرا جزيلا لك شكرا أيمن